شارك وفد من تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج وذلك بحضور قرابة الألف مشارك من حوالي 55 دولة من بينهم ممثلون عن 66 من روابط جاليات المصريين بالخارج ناقش المشاركون أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات فضلا عن الترويج لفرص الاستثمار لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار في مصر وأكد أعضاء الوفد أن الجاليات المصرية بالخارج بها الكثير من الطاقات التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على مصر مشيرين إلى أن كل مصري بالخارج لن يتدخر أي جهد في مساعدة وطنه